موسيقى عرض كتاب بيدجا نيافة لمؤلفه الدكتور أيمن جابر حمودة المؤلف طبيب قلب يعود أصله لبيدجا نيافة المحتلة منذ عام 48 وضف منهجية البحث العلمي التي درسها باختصاصه في خدمة توثيق تاريخ بلدته استغل أوقات فراغه في أسفاره العلمية لزيارة المكتبات الكبرى وتجميع مصادر لبحثه حول بيدجا عرض في الكتاب على أربعة فصول تاريخ البلدة وطريقها للقدس وبرتقالها ونضالها ضد المحتل فصل في الكتاب حول نضال أهل البلدة ومقاومتها للرواية الصهيونية السلام عليكم أنا الدكتور أيمن جابر حمودة استشاري أمراض القلب والشرين في عمان أتحدث إليكم عن قرية فلسطينية القرية هي بيت دجا يافا ونميزها عن بيت دجا نابلس فبيت دجا يافا قرية كتبت عنها كتابين الكتاب الأول كان اسمه لكي لا ننسى بيت دجا يافا في سنة 2010 وأصدرته دار ورد للنشر في عمان الكتاب وصل إلى القائمة القصيرة في جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات العربية المتحدة وحصل على جائزة أحسن كتاب أردني للإنسانيات من جامعة فلادلفيا في الأردن أما الكتاب الثاني الذي نحن بصدد الحكي أو التكلم عنه فهو كتاب بيت دجا يافا على طريق البرتقال والنضال نشرته شركة فضاءات للنشر أيضا شركة أردنية وتم إشهاره في المكتب الوطنية التابعة لوزارة الثقافة الأردنية ما هي بيت دجا بيت دجا هي قرية فلسطينية من قرى 1948 هي من القرى التي تحيط بيافا من ضمن عشرات القرى الأخرى وبيت دجا كانت قرية كبيرة وبالتالي هي أشبه ببلدة هي تبعد 9 كم إلى الجنوب الشرقي من يافا وتبعد حوالي 54 كم إلى الشمال الغربي من القدس فهي تقع على طريق القدس يافا ويتوسطها دوار هذا الدوار تقطع طريق القدس يافا وتقطع أيضا طريق أخرى تمر من الشمال إلى الجنوب عكا غزة بيت دجا أرض مستوية ترتفع حوالي 25 كم فقط عن سطح البحر أرض رملية خصبة اشتهرت بيت دجا بالبرتقال كمحصول استراتيجي كمحصول وصل إلى الموائد الأوروبية للأباطرة والملوك وتشتهر أيضا بكثافة التعليم فيها وتشتهر بالثوب الدجني المطرز كان عدد سكان بيت دجا سنة النكب 1948 يتراوح بين 4000 إلى 5000 نسمة والبعض يقول أن العدد وصل إلى 5500 شخص في 25 أربعة 1948 وهو اليوم الذي شرد فيه أهل بيت دجا بيت دجا تاريخه هو كتاريخ فلسطين يمكن تقسيمه إلى ثلاث حقب تاريخية الأولى من أيام الكنعانيين العرب الأوائل إلى عهد الرومان والحقبة الثانية من عهد الرومان إلى العهد الإسلامي الأول والحقبة الثالثة من العهد العثماني فالانتداب ثم دخول الصهايين إلى فلسطين فبيت دجا ينطبق عليها بالتاريخ من طبق على فلسطين بشكل عام وبيت دجا قرية مشهورة في التاريخ الفلسطيني بشكل عام سميت كفار داجون أيام الرومان بيت دجا كانت مقر لمعبد داجون وهو إله الكنعانيين ومن هنا أتى اهتمام الصهايين والإسرائيليين بهذه القرية على اعتبار أن اسمها قد يوحي بتاريخ حبراني لكنها تحمل تاريخا عربيا قويا بيت دجا اسمها موجود على خارطة الفوسيفسة في مادبة بيت دجا بنى بها ريتشارد قلب الأسد أيام الحملات الصليبية حصنا كبيرا سموه الحصن المتوسط فهي تاريخها عبق بالتاريخ العربي وكل الفترات التاريخية التي مرت على فلسطين منذ فجر التاريخ ولكن ما علاقة طبيب قلب يكتب عن قرية فلسطينية بيت دجا نيافة هي القرية التي شرد منها والدي وكان عمره 11 سنة ووالدتي وكان عمرها سنتين وما أولاد عمومي لم يلتقي بعد وتزوج لاحقا في الأردن فبالنسبة لم أكن أسمع علىها إلا من خلال ستي وسيدي جدي وجدتي يتكلم في الأعراس عن بيت دجا جدتي ترددي الثوب الدجني يتحدث عن أيام بيت دجا والبرتقال والزراعة والحصاد وأيام الأعراس الجميلة فأنا بدي أعرف ما هي بيت دجا فأنا كما أبحث في أمراض القلب عن طريق الإنترنت والمحركات وجوجل وإلى آخره في يوم من الأيام قررت أني بس أكبس بيت دجا على الجوجل فإذا أرى على معلومات لا نهاية لها عن هذه القرية فمنذ ذلك التاريخ يعني نحن بنحكي عن 2008-2009 قررت أنه أنا أكتب هذا الكتاب لأنه بالفعل فيه حفظ للمعلومات كتاب بيت دجا نيافة على طريق البرتقال من اسمه يوحي لنا أن هناك أربعة فصول في الكتاب الكتاب الأول هو عن بيت دجا نيافة عفوا الفصل الأول الفصل الثاني عن الطريق وهي طريق القدسيافة والفصل الثالث عن البرتقال والفصل الرابع عن النضال الفصل الأول بيت دجا نيافة يتحدث عن تاريخ هذه القرية ويتحدث عن اتصال السكان منذ عهد الكنعانيين إلى سنة 48 يتحدث عن التعليم يتحدث عن أهل هذه القرية عن جغرافيتها عن نشاطاتهم التجارية نشاطاتهم الزراعية يتحدث عن أيام الحياة الحلوة قبل سنة 48 يتحدث عن الأعراس والأفراح وبناء البيوت وشراء البيوت والرحلات وموسم روبين إلى آخره والفصل الثاني يتحدث عن الطريق أنا لم أجد في أي كتاب من مراجعي أي فصل يتحدث عن ما يسمى طريق القدسيافة لكني أنا جمعت معلومات مهمة من مصادر عربية وأجنبية ووضعت كل هذه المعلومات في الفصل الثاني يتحدث عن طريقيافة القدس طريق الأباطرة الطريق التي تربط البحر بالداخل تربطيافة بالقدس طريق التي مشى عليها صلاح الدين وقادته ونابليون وإبراهيم باشا مشى عليها الحجاج الأوروبيين عندما كانوا يصلون إلى ميناء يافا ثم يصلون إلى القدس القيصر الألماني ويلهلم الثاني سنة 1890 دخل القدس عن طريق يافا ومر ببيت دجن فتاريخ هذه الطريق طريق عتيد طويل يتحدث كيف تدرجت فيه من طريق بسيطة إلى طريق معبدة ثم إلى طريق دخلت فيه أصوات غريبة أصوات الانفجارات وأصوات الدمار وأصوات دخول الصهاينة والعصابات الصهيونية لتسيّد الفلسطينيين المارين على هذا الطريق أما الفصل الثالث فيتحدث عن البرتقال البرتقال للأسف مع أنه ثروة فلسطينية غالية أدخلت فلسطين إلى التجارة العالمية في تلك الأيام من 1800 إلى 1900 إلى سنة النكبة حاول اليهود والإسرائيليون والصهاينة تجيير صناعة البرتقال وكأنها صناعة إسرائيلية ميد إن يافا ميد إن جافا كما أنها صنعت في أو زرعت في مناطق إسرائيلية لكن التاريخ الذي وثقته عن البرتقال وكيف عملية الزراعة وعملية قطف في فريق كامل القطيفة واللفيفة اللي بلفوا البرتقال واستفادور بحط البرتقال في الصناديق ثم تلقى إلى ميناء يافا عبر البواخر إلى أوروبا وفي سنة 1890 وصل البرتقال اليافي الشموطي إلى موائد الأباطرة وموائد الملوك البريطانيين مثل الملكة فيكتوريا أما الفصل الرابع وهو الأكبر فيتكلم عن النضال وضعت بوطقة كل أحداث فلسطين في ما حدث في بيت دجن بالذات من أيام الهجرة اليهودية ثم ثورة فلسطين الكبرى 1936 مرورا بالتقسيم ومرورا بالنكبة كلها أخرتها من ناحية الفلسطينيين الذين عاشوا في تلك القرية وكيف أثرت تلك الأحداث الجسام على هذه القرية التي كان أهلها جزء من نسيج فلسطيني متكامل ما هي مصادر الكتاب مصدران اثنان المصدر الأول شهادات للفلسطينيين من بيت دجن اللي كانوا معظمهم يعيشوا في عمان هؤلاء الناس هؤلاء النسوة والرجال أعمارهم الآن 85 80 78 إلى آخره فأنا اقتنصت الفرصة لأن أعدادهم تتناقص ولابد لكل من يهتم بهذا الموضوع أنه زي ما بيحكوا يلحق حاله لأنه هؤلاء الناس لن يكونوا موجودين خلال 20 أو 10 أو 15 سنة فكان مصدري الأول والمهم هو ما ذكرته على ألسنة هؤلاء فهي شهادة شفوية حافظت أن أحفظ عن طريقهم عن طريقهم الذاكرة الجمعية للفلسطينيين في تلك القرية والمصدر الثاني وهو المهم المراجع أنا كنت أسافر لمؤتمرات طبية لكن كنت أذهب إلى المكتبات الكبيرة ومكتبات المراجع وأحضر الكتب الأجنبية باللغة الإنجليزية التي لم تكن قد ترجمت بعد إلى الإنجليزية كنت أذهب إلى تورونتو ومساساقة في كندا وإلى ميامي ونيورك ولندن في أي مؤتمر أحضره الناس تذهب إلى شوپنج أنا أكون أبحث عن كتاب يتحدث عن يافا وعن بيت دجن وهي كثيرة هذه الذاكرة الجمعية التي أخرتها من الناس في بيت دجن تعكس أيضا شغلة مهمة ممثلة في بيت دجن وفي كل قرى فلسطين سنة 1948 حبهم للعلم بيت دجن كان فيها مدرستان مدرسة للبنين أسسة سنة 1919 أين كان العرب في تلك الأيام ومدرسة بنات كان في مدرسة البنين مكتبة ستمائة كتاب كان فيها دروس للزراعة كانت مدرسة متقدمة بكل ما في معناها يج أساتذة يأتون من كل مدن فلسطين اللي يدرسوا في هذه المدرسة العتيدة أقول مئة عام مرت على وعد بلفور وقد تمر عشرات ومئات السنين الأخرى وقد تتخلى لهذه السنين صفقات وحروب ولكن يجب أن نعرف أن الوجود الفلسطيني يجب أن يبقى دائما في هذه في كل المناحي العلمية والاجتماعية والسياسية في النشر والإعلام والسوشال ميديا لأن الجهد المتواضع الذي وضعته في هذا الكتاب هو مبادرة شخصية بدعم من أهل هذه القرية لحفظ الذاكرة الجمعية لأنها دعوة لكل فلسطيني عنده القدرة للكتابة أن يكتب قبل أن ينتهي موضوع هؤلاء الناس لأنهم سينتهون عما قريب وإذا نحن الأبناء والأحفاد لم نحفظ هذه الأمر قد يكون صغير لكنه في وزن التاريخ البشري أمر كبير جدا يقول الإسرائيليون أن اعتدائهم ومذابحهم وقتلهم وتشريدهم للناس في قرى فلسطين 1948 هو رد فعل على التقسيم قرار التقسيم سنة 1947 أعطى اليهود 57% من فلسطين يدعي اليهود أن لم تكن إسرائيل بعد قد أسست في 1948 يدعي اليهود أن الإسرائيليين اضطروا للدفاع عن أنفسهم لأن العرب لم يرضوا بين قسيم بحصتهم ولكن بالبحث والتقصي هناك ما اسمه ملفات القرى ملفات القرى من مراجع أجنبية في سنة 1930 أنشئ مبنى لا يزال قائم في تل أبيب 23 شارع روتشلد اسمه الآن متحف الهاجانة في هذا الوكر كانت خطط لملفات القرى لجمع معلومات عن كل قرية فلسطينية وخاصة قرى يافا كانوا يذهبون على شكل كشافة طلاب ناس بين قسيم أبرياء يبحثون عن معلومات عن الطبيعة والوديان والجبال لكن هؤلاء كانوا جواسيس إسرائيليين يبحثون عن معلومات يدونونها لاحقا في ملفات القرى والدي يقول لي كنا نرى نشوف في الكشافة أطفال أو أولاد أو شبان يهود بملابسهم المعروفة يبحثون عن أشياء طبيعية في القرى ويحملون دفاتر ويكتبون بكل براءة يعتقدون أنهم طلاب مدارس هؤلاء كانوا أناس يخططون لشر لا بد منه ملفات القرى جمعوا عن كل قرية في قرى يافا وفلسطين معلومات عن عدد السكان، المخاتير، الثروات الحيوانية والاقتصادية مداخل ومخارج القرية، جغرافيتها، طوبغرافيتها كانت قصة أدت إلى ما يسمى بمؤشر العدائية وضعوا لكل قرية فلسطينية مؤشر العدائية بمعنى أن كل ما ازداد هذا المؤشر كان عقابهم أقسى كان من أهم مراجعي كتاب ليوري أفنيري اسمه 1948 يقول أفنيري أن هذا الكتاب وجدته في كندا به كتابان وضعهما في كتاب واحد الكتاب الأول اسمه جيش الحب حرب 1948 قال أن الهاجانة الذي كان هو عضوا فيها يدافع عن حق بين قسين إسرائيل واليهود في الوجود هذا الجيش جيش الحب أسمه كانوا يأتون إلى القرية الفلسطينية ويدعي أن امرأة مسنة طلبت منهم كأس ماء بعد أن تركها أهلها وحيدة يقول وعطيناها كأس ماء يصف بين قسين الرحمة والحنان في ذلك الجيش سماه الإسرائيليون في تلك الفترة بطل إسرائيل لكنه بعد أن بلغ من العمر عتيا قال سأكتب لكم في الجزء الثاني من هذا الكتاب حقيقة ما كتبت في الجزء الأول قال لقد كذبت في كل ما قلت لم نفعل ولم نكن جيش حب على الإطلاق أتذكرون الإمرأة المسنة التي طلبت ماء وأشرق وعطيناها كأس من الماء قال أطلقنا عليها الرصاصة في رأسها فسموه خائن إسرائيل رأيت قصصا كثيرة في هذا الكتاب يستحق أن تشاهدوها وأن تقرؤوها في كتاب 1948 الذي كتبت منه كثيرا في كتابي حيث وصف أيضا عصابات النهب أخرج الفلسطينيون من قراهم فتم نهب بيوتهم ونهب ثرواتهم ونهب أسماء بيوتهم وأسماء شوارعهم تم نهب هويتهم بالكامل أنا لا أريد للكتاب أن يكون عنوانا للحزن بل أريده عنوان أمل وفرح ونهوض للاجئين وإظهار قوتهم كانوا يدعون أن فلسطين خالية مجموعة من الحخامات النمسويين من نمسا يقولون لهم في سنة 1700 وكذا اذهبوا إلى فلسطين لكي تعمروها فهي خالية أبرقت مجموعة الحخامات هذه إلى فيينا إن العروسة مأخوذة كناية عن أن فلسطين بها ناس روبارت ماكاليستر من بلستاين إكسلوريشن فوند يقول عن بيت دجن 1901 يقول باستطاعة فلاحي هذه القرية الرجوع بتاريخهم إلى الكنعانيين ويقول جانو الفرنسي في خلاصة وصلها عن طريق وست بلستاين سيرفي إن فلاحي هذه المنطقة هم أحفاد الكنعانيين إذن التاريخ المتسلسل يجب أن نفخر به وأن نحتفظ به لكن مهمة الفلسطينيين أن يبقوا أن يتذكروا كل هذه الأحداث لأنها مهمة لحفظ الذاكرة الفلسطينية وبانتهاء 1948 تغيرت الأصوات من أصوات الناس في القرى وأصوات الأفراح والأعراس إلى أصوات الجرفات بدأ التجريف بدأ الهدم بدأ تغيير المعالم في مذكراته يقول بن جوريون في صفحة اليوم 16-6-49 لقد بدأ تجريف شوارع بيت دجن إن التجريفة قائم على قدم وساق جار على قدم وساق جرفوا صحيح لكن في الكتاب رسمت خارطة بيت دجن من أول وجديد وأرجعت أسماء الشوارع التي غيرها الإسرائيليون إلى أسمائها الأولى شارع بيجن هو شارع البير ففي الخارط أرجعت شارع البير شارع الجورن سموه شارع تسهال أرجعت الإسم الأصلي وهكذا أرجعت الأسماء القديمة للشوارع في بيت دجن حتى لا يقال أن هذه أسماء إسرائيلية قديمة ويقول شكول واحد من أهم قادة الحرب الإسرائيليين وجيشهم يقول إن عدم تدمير القرى الفلسطينية هو ضد الصالح الإسرائيلي فبالتالي كانت سياسة الهدم والتدمير وتغيير المعالم هي جزء لا يتجزأ من سياستهم العدوانية أصلاً عندما انتهى عام 48 يصفه المؤرخ جورج أورويل يقول إن مقترفه الصهاينة هو حذاء وهو حذاء يضع ختمه على وجه البشرية من كثر الأفاعيل والمذابح التي اقترفها في حق الفلسطينيين حتى عندما عاد أهل بيت دجن إلى بيت دجن ليزوروها بعد 1948 وجدوا الحال قد تغيرت لكن لحد الآن لا يوجد إلا القليل من البيوت الفلسطينية الموجودة شكلت الحكومة الإسرائيلي لجنة التسمية الحكومية بلدة السافرية قرب بيت دجن صارت زافرية بلدة يزور قرب بيت دجن صارت أزور بلدة بيت دجن صارت بيت دجان فهم يحاولون أخذ أي اسم من الاسم العربي لكي يشبه ما يريدون أن يكون اسماً عبرياً ولكن نحاول أن نبقي الأسماء العربية قائمة حتى الذاكرة لا تزول أبداً إن شاء الله يقول إهود باراك أنه لا يمكن توقيع أي اتفاق مع الفلسطينيين قبل 2028 أي بعد مرور 80 سنة على النكبة ويقول في ذلك اليوم وتلك السنة يكون معظم الفلسطينيين الذين هجروا أو أخرجوا من ديارهم في قرى فلسطين قد ماتوا ولن يبقى من أبنائهم وأحفادهم من سمك السالم ومن هو يرغب بالعودة ضد مسير النهر إلى أهله وبالتالي هو يتكلم كناية عن النسيان يقول إدوارد سعيد إن وجود الفلسطينيين هو جزء باهظ يدفعه الصهاينة إن وجود الفلسطينيين هو جزء من الثمن الباهظ الذي يدفعه الصهاينة وبالتالي هو يقول يجب علينا أن نسرد قصصنا إدوارد سعيد يقول إن سرد القصص هذه هي جزء من أهم أسس المقاومة والحفاظ على التراث والإرث الفلسطيني وبالتالي هو يحث السرد الفلسطيني أمام عالم حاول أن ينسى الفلسطينيين ولكن ندعو أن تكون هذه الحقيقة قد تغيرت مع الأيام وإذا كان الإسرائيليين قصة عن فلسطين فهي إما مزورة أو كاذبة أو مشوهة ولذلك تكون قصصنا أدق وأنقى أخيرا أقول لقد حاولت في كتابي عن بيت دجن أن أحول صور الحائط التي يضعها أهل بيت دجن على جدران بيوتهم في المهجر من صور بيضاء وسوداء إلى صور ملونة تدب فيها الحياة وتدب فيها أصوات الأعراس وأصوات المآذن وأصوات طلاب مشتهدون يذهبون إلى المدرسة لكي تبقى بيت دجن حرة في قلوبنا وفي ذاكرتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة